أحمد قندوسي أكيد كلنا فاكرينه من الموسم اللي فات لما الأهلي واجه وفاق سطيف ذهابا وإيابا ولما الأهلي عمل مباريات كبيرة وكان وقتها لسه تحت قيادة تابيتسو موسماني وشفنا اللاعب الأكثر تهديدا لمرمأ الأهلي في المواجهتين أحمد قندوسي وقتها دخلنا على موسم الانتقالات الصيفي بعد البطولة ما انتهت وكان اللاعب لافت الأنظار سواء بتصويباته أو بمحاولات نقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية فخرجت التقارير وقتها بأن الأهلي مهتم بخدمات أحمد قندوسي قبل أن يتوقف الحديث عن هذا الأمر ويظهر اسم اللاعب من جديد ظهر اسم اللاعب من جديد لكن من خلال نادي الزمالك اللي كانت مفاوضاته لضم اللاعب من وفاق سطيف واضحة وكانت الأيام اللي فاتت كلها عن المفاوضات رايحة لحد فين ومدى أهمية اللاعب واللي ممكن يستفيد الزمالك من انضمام أحمد قندوسي إلى نادي الزمالك ولكن ظهرا خرجت التقارير بلون أحمر مش بلون أبيض الأهلي يقترب من ضم أحمد قندوسي الجزائري الشاب لاعب وفاق سطيف الجزائري قبل أن يعلنها رسميا النادي الأهلي بصورة مع أمير توفيق اللي كتب قندوسي في الأهلي مع غمزة اعتاد بها في الإعلان عن السفقات الأخيرة أمير توفيق بعد صفقة خالد عبد الفتاح من أقل من ثلاثة أسابيع الآن جاء أحمد قندوسي صفقة ممتازة ممتازة مع التساؤلات الخاصة بأنه هل يحتاج الأهلي إلى لاعب خط وسط حاليا الحقيقة يعني أنه أي دعم يحصل في القائمة ده رقم واحد فهو مفيد رقم اثنين أي دعم بيقدم لك إضافة على الجودة اللي عندك في خط الوسط فهي أكيد مفيدة عندك أليو ديانج عندك حمدي فتحي عندك عمر السلية وضيفة إليهم مروان عطية والنهاردة بتتكلم بقى في اللعيبة الصغيرين محمد فخري وأحمد نبيل كوكا وبتتكلم قدامهم في محمد مجدي أفشا وبرونو سافيو فإضافة اللاعب أحمد قندوسي إضافات في كل شيء في شق هجومي وفي شق دفاعي في لاعب مهاري في لاعب جريء في لاعب يسجل بانتظام حتى وهو في أدوار دفاعية في تصويبات من داخل منطقة الجزاء في تصويبات من خارج منطقة الجزاء إضافة وتقوية لجودة خط وسط النادي الأهلي بشكل واضح جدا لعيب عنده خبرات ولعيب عنده جرأة ولعيب عنده قدرة على مواجهة الجمهور ولعيب عنده قدرة على اللعب تحت ضغط بشوف أن دي من أهم وأفضل صفقات الأهلي مش بس للموسم ده لكن كمان على مستوى المستقبل على مستوى السن اللي بينضم بيه اللاعب والخبرات اللي بيملكها اللاعب رغم سنه ضربة معلم طبعا بيضاف إليها كلمة ضربة معلم دي إنه الزمالك المنافس التقليدي كان عايز أحمد قندوسي بغض نظر عن مدى جدية تحركات الزمالك لضم قندوسي لكنها كانت موجودة الرغبة كانت موجودة فإنك تبقى بتضم لعب بيزودك فنيا وفي نفس الوقت بيقلل من سد ثغارات منافسك أكيد ده مكسب بالنسبة للنادي الأهلي مية في المية تعانى استعرض أرقام الصفقة الجديدة المنضمة رسميا لمدة أربع سنوات ونصف إلى النادي الأهلي قندوسي مبدئيا هو لعب وسط جزائري يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما يجيد اللعب بقدمه اليسرى قيمته التسويقية تبلغ مليون وثلتمائة ألف دولار وفقا لموقع ترانسفير ماركت شارك على مدار مسرته في مية وسبع مباريات سجل اثنين وعشرين هدفاً وصنع تسعة عشر آخرين بمجموعة دقائق لعب تمنتلاف سبعمية تسعة وتسعين دية في مركز الارتكاز المدافع ديفنسيف ميتفيلدر لعب خمسة وعشرين مباراة سجل ستة أهداف وصنع أربعة وهو بيلعب ارتكاز مدافع في مركز وسط الملعب ثمانية اللي هو سنتر الميتفيلدر لعب ثلاثة وثلاثين مباراة سجل ثمانية أهداف وصنع سبعة في مركز وسط الملعب زي ما قلنا في مركز صانع الألعاب عشرة لعب ثلاثة وعشرين مباراة سجل خمسة وصنع هدفاً في مركز وسط الملعب ناحية اليسار اللي هو ليفت ميتفيلدر شارك في عشرين مباراة سجل ستة وصنع هدفاً وفي نفس المركز لكن اليمنى ناحية اليمنى شارك في لقائين وسجل فيهما هدفاً وصنع آخرين مركز الجناح الأيسر هو أقل المراكز اللي شارك فيها قندوسي تلات ماتشات لعب فيها لكن لم يصنع ولم يسجل خلالها على مستوى المنتخب الجزائري تواجد في مواجهتين بكأس قوم أفريقيا للمحليين اللي بتتلعب دلوقتي أمام إثيوبيا وليبيا اللي الجزائر وصلت فيها إلى الدور نصف النهائي بالأمس بعد مباراة مثيرة جداً أمام المنتخب الإفواري صفقة مهمة جداً ترجمة نانسي قنقر